اهلا وسهلا بكم عزائي طالباء وطالبات الصف العاشر في حلقة جديدة من حلقات دروس الرياضيات للفصل الدراسي الأول عنوان حلقة هذا اليوم هو ظل الزاوية ومغلوبة تعالوا عزائي طالباء نتابع معكم موضوع هذا اليوم بعد هذا الفصل نرحب بكم الجديد عزائي طالباء وطالبات الصف العاشر تعالوا معنا نتابع عنوان هذا اليوم ظل الزاوية ومغلوبة في المثلث القائم الزاوية نسبة طول الظلع المقابل للزاوية الحادة إلى طول الظلع المجاور للزاوية نفسها تسمى ظل الزاوية ويرمز لها بالرمز الض ويستخدم مفتاح تان بالآلة الحاسبة اختصارا لكلمة تانجنت كما نوضح بشكل مثلث ألف باء جيم قائم الزاوية في باء نحدد أحد زوايا هذه المثلث الحادة ونفرض أنها الزاوية جيم فيكون الظلع المقابل للزاوية جيم هو ألف باء والظلع المجاور للزاوية جيم هو باء جيم ويسمى الظلع المقابل باء جيم تسمى المجاور عند استخدام ظل الزاوية جيم فيستخدم الظلع المقابل لها وهو ألف باء على الظلع المجاور لها وهو باء جيم فألف باء تسمى المقابل وباء جيم تسمى المجاور لنأخذ تمرين عزيز الطالب على ما سبق في الشكل المقابل المثلث ألف باء جيم قائم الزاوية في باء طول الظلع ألف باء يساوي ثلاث وحدات طول الظلع باء جيم يساوي أربع وحدات وطول ألف جيم وهو الوتر يساوي خمس وحدات الموطوب إيجاد ظل الزاوية ألف وظل الزاوية جيم لإيجاد ظل الزاوية ألف نحدد أو نعين الزاوية ألف ثم بعد ذلك نحدد الظلع المقابل للزاوية ألف والظلع المجاور للزاوية ألف لاحظ عزيزي طالب أن الضلع المقابل للزاوية ألف وهو باء جيم والضلع المجاول للزاوية ألف هو باء ألف باء إذن باء جيم تساوي أربع وحدات وألف باء تساوي ثلاث وحدات إذن الضل الزاوية ألف يساوي أربعة على ثلاثة عند إيجاد ضا الزاوية جيم نعين الزاوية جيم أولا ثم نحدد الضلع المقابل للزاوية جيم وهو عزيزي طالب ممتاز ألف باء والضلع المجاول للزاوية جيم هو أحسن عزيزي طالب باء جيم لاحظ عزيزي طالب أن ألف باء يساوي أربع وحدات وباء جيم تساوي ثلاث وحدات إذن ظل الزاوية جيم يساوي ثلاثة على أربع ناخد ثم ناخد آخر عزيزي طالب في المثلث القائم الزاوية عين صاد سين قائم الزاوية في صاد صاد عين يساوي ثمانية سنتيمتر قياس الزاوية عين يساوي خمس واربعين سنتيمتر خمس واربعين درجة المطلوب إيجاد طول الظلع سين صاد لاحظ عزيزي الطالب أن الظلع المطلوب إيجاده هو سين صاد يقابل الزاوية عين وأن الظلع صاد عين مجاور للزاوية عين إذن يمكننا استخدام ظل الزاوية عين وهو المقابل سين صاد على المجاول لزاوية عين صاد عين إذن ظل الزاوية عين نعيد كتابتها ب ضا 45 درجة يساوي سين صاد المطلوب إيجادها وصاد عين 8 سنتيمتر إذن سين صاد تساوي 8 ضرب ظا 45 درجة باستخدام مفاتيح الآلة الحاسبة 8 ضرب تان 45 وهي الزاوية ظل 45 يساوي 8 ضرب عزيز الطالب تان 45 درجة تساوي 1 استخدام الآلة الحاسبة 8 ضرب 1 يساوي 8 بالأحالات الآلات الحديثة نستخدم العملية الحسابية 8 ضرب تان 45 يساوي على طول يساوي 8 إذن سين صاد يساوي سين صاد يساوي 8 سنتيمتر مقلوب مقلوب ظل الزاوية يرمز له بالرمز ضتة ويستخدم بالآلة الحاسبة رمز كوت اختصارا لكلمة كوتانجنت مقلوب ظل الزاوية يساوي 1 على ظل الزاوية 1000 بحيث أن ظل الألف لا تساوي صفر ويسمى ظل تمام الزاوية ويرمز إليه بالرمز ظل تمام الزاوية 1000 أو ظتة 1000 كما نوضح بالشكل مثلث قائم الزاوية 1000 باء جيم قائم في باء نختار أحد الزاوية الحادة ولا تكون الزاوية جيم الظل المقابل للزاوية جيم هو 1000 باء وظل المجاور للزاوية جيم هو باء جيم إذن عزيزي الطالب ظل تمام الزاوية جيم يساوي المجاور وهو باء جيم على المقابل وهو 1000 باء إذن المجاور للزاوية جيم هو باء جيم والمقابل هو 1000 باء ويكون بذلك ظل عزي طالب مرة أخرى بحيث ان المقام لا يساوي صفر ضا جيم لا تساوي الصفر نأخذ مثال على ما سبق في شكل مقابل مثلث لائم الزاوية في باء ألف باء جيم في ألف باء طولة خمس وحدات ألف جيم وهو الوتر قياسة 13 وحدة والمطوب إيجاد ظل الزاوية جيم وظل تمام الزاوية ألف وظل تمام الزاوية جيم باستخدام مفهوم نظلة في ثاغورث يمكننا إيجاد طول الضل باء جيم فنقول باء جيم تربيع يساوي ألف جيم تربيع وهو مربع طول الوتر ناقص ألف باء وهو الضل المعلوم قياسة إذن ألف جيم يساوي 13 تربيع ناقص خمسة تربيع باستخدام العمليات الحسابية في الآلة الحاسبة يساوي 144 إذ أخذنا تربيع أو جذر التربيع للطرفين فيكون باء جيم يساوي 12 وحدة طول الآن المطوب إيجاد ظل الزاوية جيم كما نعلم أن الزاوية جيم يقابلها الظل ألف باء وقياسة خمس وحدات والظل المجاور لها باء جيم وقياسة 12 وحدة ومنها يمكن إيجاد المطوب الثالث وهو الظل تمام زاوية جيم عبارة عن مقلوب أو واحد على ظل الزاوية جيم وهو مقلوب الناتج ظل الزاوية جيم يساوي 12 على 5 ظل الزاوية ألف يساوي يساوي نعين الزاوية ألف الظل الذي يقابل الزاوية ألف هو باء جيم وقيمته 12 وحدة أما الظل المجاور للزاوية ألف وهو 5 وحدات ومنها يمكن إيجاد ظل تمام الزاوية ألف وهو مقلوب ظل الزاوية ألف يساوي 1 على ظل الزاوية ألف يساوي 5 على 12 إيجاد قياس زاوية إذا علم جيبها وجيب تمامها وظلها ونريد معرفة قياس هذه الزاوية نستخدم النسبة المثلثية العكسية ونقول النسبة المثلثية العكسية لجيب الزاوية إذا كان جاء ألف يساوي صاد فأن قياس الزاوية ألف يساوي النسبة المثلثية العكسية للجيب لصاد النسبة المثلثية العكسية لجيب تمام الزاوية إذا كان جتر ألف يساوي سين فأن قياس الزاوية ألف يساوي النسبة المثلثية العكسية لجيب تمام سين النسبة المثلثية العكسية للظل الزاوية إذا كان ظل الزاوية ثيتا يساوي عين فأن قياس الزاوية ثيتا يساوي النسبة المثلثية العكسية للظل عين وغالبا ما نستخدم الآلة الحاسبة لإيجاد قياسات الزاوية فعند استخدام الآلة الحاسبة نستخدم مفتاح شفت ومفتاح سين لإيجاد جا سالب واحد ونستخدم شفت كوز لإيجاد جا سالب واحد ونستخدم شفت تان لإيجاد ضا سالب واحد نأخذ عزيزي طالب تملين لنثبت مفهوم السابق إذا كان جت الزاوية ثيتا يساوي خمسة على ثمانية أوجد قياس الزاوية ثيتا قياس الزاوية ثيتا يساوي النسبة المثلثية العكسية لخمسة النسبة المثلثية العكسية ليجيب تمام خمسة على ثمانية ونستخدم مفاتيحة تالية في الآلة الحاسبة شفت كوز قوس خمسة تقسيم ثمانية نغلق القوس ويساوي فيظهر لنا في الآلة الحاسبة الرقم التالي إذن قياس الزاوية ثيتا يساوي واحد وخمسين درجة تقريبا نأخذ عزيزي طالب تملين آخر إذا كان ظل الزاوية ثين يساوي ثلاثة على أربعة أوجد قياس الزاوية ثين قياس الزاوية ثين يساوي النسبة المثلثية العكسية لضل ثلاثة على أربعة ونستخدم المفاتيحة التالية في الآلة الحاسبة شفت تان نفتقوس ثلاثة تقسيم أربعة نغلق القوس ونغلق علامة ليساوي فيظهر لنا الرقم التالي ثم نضغط على مفاتيح الفواصل لنحصل على الرقم التالي إذن قياس الزاوية ثين يساوي ستة وثلاثين درجة وثين وخمسين دقيقة ودعش ثانية تقريبا تعالي عزيزي الطالب لنأخذ التملين آخر لنثبت المفاهيم التي تناولناها في الشكل المقابل مثلث ألف باء جيم قائم الزاوية في باء ألف باء يساوي أثنين وحدة طول باء جيم يساوي سين وحدة طول وألف جيم يساوي أربعة وحدة طول وهو يمثل الوتر المطلوب إيجاد سين والتي تمثل طول الضلع باء جيم وقياس الزاوية جيم وقياس الزاوية ألف بتطبيق مفهوم نظرية فيثاغورث يمكننا إيجاد طول باء جيم إذن سين تربيع تساوي أربعة تربيع الذي يمثل طول الوتر ناقص أثنين تربيع باستخدام العمليات الحسابية بالآلة الحاسبة نحصل أن سين تربيع تساوي أثناش بأخذ الجذر التربيعي للطرفين سين تساوي جذر أثناش تساوي أثنان جذر ثلاثة وحدة طول مستخدماً الآلة الحاسبة ويمكنك عزيز الطالب إيجاد الناتج باستخدام الآلات الحديثة لإيجاد الزاوية جيم لاحظ عزيز الطالب أن الظلع ألف باء قيمته وحدتان وهو المقابل للزاوية جيم أيضاً قيمة الوتر معلومة فيمكنها إيجاد استخدام النسبة المثلثية جيم لإيجاد قيمة الزاوية الظلع المقابل للزاوية جيم هو ألف باء والظلع الوتر المطوب هو أربعة ألف باء يساوي وحدتان وألف جيم يساوي أربعة وحدات بإجراء عمليات الاختصار جيم الزاوية جيم يساوي واحد على اثنين لإيجاد قياس الزاوية جيم نستخدم النسبة المثلثية العكسية لجيم واحد على اثنين نستخدم المفاتيح التالية شيفت ساين قوس واحد تقسيم اثنين نغلق قوس يساوي ثلاثين إذن قياس الزاوية جيم يساوي ثلاثين درجة ننتقل عزيز الطالب إلى المطلوب الثالث وهو إيجاد قياس الزاوية ألف نعلم عزيز الطالب أن مجموع قياسات سوايا المثلث تساوي أمية وثمانين درجة إذن قياس الزاوية ألف يساوي أمية وثمانين درجة ناقص مجموع الزاويتين المعلومتان وهو تسعين درجة زائد ثلاثين درجة يساوي أمية وثمانين درجة ناقص أمية وعشرين درجة ويساوي ستين درجة إذن قياس الزاوية ألف يساوي ستين درجة يوجد عزيز الطالب حل آخر لتعيين قياس الزاوية ألف وهو لاحظ عزيز الطالب أن الضلع المجاور للزاوية ألف هو ألف باء معلوم قيمته وأن طول الوتر ألف جيم معلوم قيمته فممكن استخدام المجاور على الوتر باستخدام جيب تمام الزاوية ألف إذن المجاور للزاوية ألف هو ألف باء والوتر هو ألف جيم إذن جيب تمام الزاوية ألف يساوي 2 على 4 ومستخدام عملية التبسيط جيب تمام الزاوية ألف يساوي 1 على 2 إذن قياس الزاوية ألف يساوي النسبة المثلثية العكسية لجيب تمام 1 على 2 نستخدم المفاتيح التالية 1 shift cosine أفتح قوس 1 تقسيم 2 نغلق قوس يساوي 60 إذن قياس الزاوية ألف يساوي 60 درجة لاحب عزيز الطالب أنه في الحالتين تطابقت الناتج إذن يمكن استخدام الحالة الأولى أو الحالة الثانية عزيز الطالب يمكن استخدام طرق أخرى لإيجاد قياس الزاوية ألف لاحظ عزيز الطالب أنه الظلح المقابل للزاوية ألف معلوم والظلح المجاور للزاوية ألف أيضا معلوم فيمكننا استخدام ظل الزاوية ألف لإيجاد قيمة الزاوية ألف إذن ظل الزاوية ألف يساوي المقابل وهو باجيم على المجاور وهو ألف باء إذن ظل الزاوية ألف يساوي 2 جذل ثلاثة على 8 إذن ظل الزاوية أو قياس الزاوية ألف يساوي النسبة المثلثية العكسية للظل ظل 2 جذل ثلاثة على 2 عند وضع بأبسط صورة تكون النسبة المثلثية العكسية للظل جذل ثلاثة باستخدام الآلة الحاسبة ممكننا إيجاد قياس النسبة المثلثية العكسية لجذل ثلاثة فما هي المفاتحة عزيز الطالب shift tan نفتح قوس جذل ثلاثة نغلق القوس ويساوي إذن قياس الزاوية ألف يساوي 60 درجة أحسنتم عزيز الطالب لاحظ استخدمنا لإيجاد قياس الزاوية ألف مجموع قياسات زوايا المثلث وأيضا استخدمنا جيب تمام الزاوية ألف لإيجاد قياس الزاوية ألف بعد أن علمنا أن الظلح ألف باء معلوم القياس والظلح ألف جيم معلوم القياس وأيضا استخدمنا ظل الزاوية ألف لإيجاد قياس الزاوية ألف بعد أن علمنا أن الظلح ألف باء معلوم القياس والظلح المقابل للزاوية ألف معلوم القياس ماذا ممكن أن نستخدم عزيز الطالب لإيجاد قياس الزاوية ألف بطريقة أخرى أحسنت بما أن قياس الزاوية ألف ممكن إيجاد قياس الزاوية ألف بما أن المقابل للزاوية ألف أثنان جدة ثلاثة معلوم القياس والوتر ألف جيم أربع وحدات معلوم القياس فيمكن إيجاد قياس الزاوية ألف باستخدام النسبة المثلثية وهي جاء الزاوية ألف عزاء الطلبة وطالباتنا سأعرض عليكم الآن نوع جديد من أنواع الأسئلة وهو البنودة الموضوعية سوف نأخذ الآن سؤال من اختيار متعدد سؤال فيه أربع إجابات أيهم إجابة صحيحة ستكون إيها الإجابة السؤال إذا كان ضاء سين أو إذا كان ضل الزاوية سين يساوي 75 ملئمية فإن قياس الزاوية سين تقريبا تساوي هل هي 96 درجة و 52 دقيقة و 12 ثانية أم 36 درجة و 52 دقيقة و 12 ثانية أم 36 درجة و 12 دقيقة و 52 ثانية فكر عزيزي الطالب نحتاج إيجاد قياس الزاوية سين ولدينا ضل الزاوية سين يساوي 75 ملئمية ماذا يمكن أن نستخدم؟ أحسنتم نستخدم الآلة الحاسبة لإيجاد النسبة المثلثية العكسية لضل 75 ملئمية إذن نستخدم مفاتيح الآلة الحاسبة شيفت تان قوس 75 ملئمية 0.75 نغلق القوس ونضغط علامة ريساوي بعد ذلك عزيزي الطالب نحتاج إلى مفتاح لتحويل الناتج إلى درجات و دقائق و ثواني ماذا نضغط؟ أحسنتم نضغط مفاتيح الفاصلات لتكون الإجابة 36 درجة و 52 دقيقة و 12 ثانية وإلى هنا عزيزي طالباء و طالبات الصف العاشر نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من درس ظل الزاوية و مقلوبه على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى نأمل أنكم استفدتم من حلقة هذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة